السلام عليكم ازايكم يا حبيبي عاملين ايه يا ربو كلكم تكونوا في احسن حال ان شاء الله النهاردة فيديو جديد هيكون لسيدة تركيا كلنا بنحبها جدا جدا طبعا ده روتينها في رمضان هنا الاول كانت بتجاهز طبعا الفطار بتاعتها والفطار بتاعها كان عبارة عن محشي ورق عينب بقى وكمان كوسة وكمان لحمة وكمان فلفلة زي ما انتو شايفين في الاول كده هي كانت بتعمل معاكو روتين بسيط وان شاء الله الفيديو بتاع النهاردة هيعجبكو خالص حاب اقولكو كمان لو انتو اول مرة بتشوف القناة عندي يا ريت تنضموا العيلة الكبيرة وتفرحوني وتعملوا لايك للفيديو وكمان تشتركوا في القناة وتفعلوا زرار الجرس على الكل علشان يوصلوكو كل جديد مني وفضلا منكو حطوا لايك للفيديو اول حاجة كده طبعا انتو شفتوها الكلام ده بعد الفطار بعد من جهازة فطارها وفطره كمان هنا كانت بتوريكو فكرة حلوة جدا جدا لتنضيف الانتاري زي ما انتو شفتو جابت كده الفوطة وحطته في غطة حلة فكرة جميلة جدا بدل بقى ما تعودي ايديك توجعك بالفوطة وكده لا هي سهلت عليكم الامور جابت لكم الغطة الحلة وحطت الفوطة طبعا بعد ما بلتها ميا ومنظف بسيط كده وبعد كده لمعت الانتاري زي ما انتو شايفين بعد كده كانت جايبة سجادة جديدة السجادة الجديدة دي كان لونها اوفويت ففرشتها وبتوريكو كمان المكنسة البخارية حلوة جدا جدا بتكنس وتمسح كمان الارضيات فكانت بتوريها لزوجها يعني السجادة الجديدة وبتوريله كمان هي لما بتيجي يعني تكنسها او تعقمها بالمكنسة البخارية بتاعتها بتبقى زي الفل ومش بيحصل فيها اي حاجة والسجادة زي ما هي هنا بقى كانت بتوريكو كمان روتينها في المطبخ طبعا بعد ما بتخلص خالص يعني وتلم الفطار وكده بتوريكو بقى تنظفتها ازاي في المطبخ بتكون عاملة ازاي عجبني جدا شفتوا البسكت اللي في التقفيل ده حلوة جدا جدا بيلملها اي حاجة عندها هنا كانت بتقول الاول اول حاجة بنظف المطبخ بيه المكنسة كده والسجادة طبعا بنظف بيها المطبخ وبعد كده بقى الحاجات اللي عايزة تنظفات وقد يكون ان انا يعني بنظف على طول في قلب المطبخ مش بخلي عندي اي التساخات او كده طبعا هي هنا ده زي نظام بوف كده عندها في المطبخ طبعا دوت مكان الكراسي لانه عندها سجادة صفرة فهي هنا بتفرد السجادة يعني بتديها دوران كده علشان خاطر ما تبقاش يعني تعمل معها اي شيء بشكل وبعد كده لما تيجي تفردها ما تتناش طبعا بقى هي بتمسح بيه بتكنس بالمكنسة وبعد كده زي ما انتوا شايفين جرة الغسالة الاطباق وكمان غسلت من تحت منها ومسحت من تحت منها كل ده هتشوفوه دلوقتي طبعا ما شاء الله عليها هي شطرة جدا جدا وكمان التلاجة شدتها وكمان مسحت من ورا منها وكمان هتتكنس وتمسح من ورا منها وتخلي كل حاجة زي الفل هي عايزة اقول لكم ان هي بتقول ان هي من وقت للتاني بتعمل كده يعني طبعا مش كل يوم ولا حاجة لأ التنظفات دي بتنظفها من وقت للتاني علشان تبقى الدنيا نظيفة معاها وما تحتاجش لأي مجهود او لأي تعب طبعا هي جايبة جردل في مياه ويحط فيه شوية من المسحوق او من الصابون وزي ما انتو شايفين الفوطة وبعد كده مسحت الغستالة من ورا وبعد كده هتمسح لسيراميك زي ما انتو شايفين على فكرة عايزة اقول لكم هي كانت بتقول مش بتعترف او مش بتحب الشرشوبة اللي هي بتلمع بها السيراميك وكده مش بتحبها بدليل على ان لو تلاحظوا ما بين الفواصل بتاع البلاط عندها او ما بين الفواصل بتاع السيراميك عندها نضيفه زي الفل وفي نفس الوقت بتقول بحب بقى امسح بالفوطة زي ما انتو شايفين كده الارضيات بتكون احسن يعني هنا ايه طبعا كل ما بتمسح بتخسل الفوطة وترجع تمسح تاني ما شاء الله عليها هي زي الفل وبتها زي الفل ونضيفه في كل حاجة بصراحة هي طبعا احنا كلنا عارفينها هي ام الولد واحد فزي ما انتو شايفين بقى كل حاجة عندها زي الفل وهتوريكوا دلوقت برضو تنضيفها للتقفيل عامل ازاي طبعا بقى كلنا عايز اقولكم ان احنا يعني اول يوم رمضان اللي هو مبارح ده يعتبر فطرنا كلنا وكنا انتخين كده ما كناش قادرين نقوم من مكاننا كلنا اللي زي يكتب لي تحت في الكومنتات يعني اليوم بتاع مبارح ده الحمد لله والشكر لك كان يوم خفيف والله الواحد ما حسش باي صيام ولا حاجة وما حسش بتعب ولا مجهود بس بصراحة ربنا الواحد تعب بقى من بعض الفطر وكده والواحد تعب وهبت هنا هي كابت دخلت خلاص اللي غسلت الاطباق مكانها وبتغسل كده او بتمسح سوري من مكان التلاجة بتاعتها وبعد كده هترجعها عادي كتير مننا برضو بيخاف من المجسفة دي من المجسفة ان يشد التلاجة وكده لا ترجع تبوز او كده بس والله هي حاجة كويسة جدا لما يكون عندك الدنيا نظيفة وزي الفل انا عن نفسي بحب كده يعني انا في بيتي برضو بشد التلاجة كده وبنظف من وراء منها وكده واشيلها وحطها في اماكن تانية عشان انظف من وراء منها هنا بقى بعد ما خلصت المطبخ خالص عملت تا ايه التأفيل من فوق نظافته برضو ويش كمان الشفاط وهي هتوريكوا دلوقت الشفاط برضو وهي بتمسحوا الشبك بتاعه او الصفايات بتاعته اللي بيكون مليان فيها اي اتربة او اي زيود هتورها لكوا دلوقت هنا بقى بعد ما خلصت التأفيل بتوريكوا الفرن طبعا هو انتوا شايفونه قدامكم ان هو نظيف ولكن هو من نسبة لها يعني ان هو مش نظيف خصوصا ان احنا بقى في رمضان الفرن وهيعوز تنظيفات كتيرة وكده فشالت الفرن ذات نفسه شالت الازاز كله فكته وبعد كده غسلته غسلة كويسة جدا وبعد كده بقى هتشطف الازاز بتاعه وهتحطه تاني هنا بتوريكوا اللي هي بتخسره يعني بمسحوق او بفيري شوفوا بقى الفرن مطلع عامل ازاي مطلع التساخات كتيرة او اتربة كتيرة يعني او زيود كتيرة معنى اصح بعد كده حطته بقى تاني وقفلت بقى كويس جدا بالمفك عادي جدا وحطت بقى الحاجات بتاعته وبجد بقى شكله زي الفرن منضيف وبيبرق كده هنا بقى برد تمسح من بره هنا بقى يعتبق كانت خلص المطبخ وبتوريكوا شكل المطبخ في النهاية بقى شكله عامل ازاي وبيلمع وبقى زي الفرن عامل ازاي هنا بتوريكوا كانت عاملة خلطة برده خلطة عشان البتجاز وهترش سوريا خلطة علشان البنيو وبعد كده بترش البنيو بيه وبتخليه زي الفرن بدل يعني ملمع الازاز فهي بتوريكوا الخلطة الحلوة اللي هي عملتها دي ايه اللي عايز الخلطة دي يكتب لي تحت في الكومنتات وانا هكتبها له لان بصراحة انا نسيت هي كانت حطة ايه فاللي عايز هيقولي وانا يعني هاجبها وحطها لكم هنا بقى زي ما انتم شايفين ديت بتاعت الشفاط هنا جابت طبعا بيكاربوناتو وحطته عليه وبعد كده مية سخنة وبعد كده حطته في صانية بتنقعه شوية كده عشان اي دهون او اي حاجة عليه بتنزل منه ويبقى زي الفل زي ما انتم شايفين وبالتالي لما تيجي تخسله يبقى معاها زي الفل لترجع بقى تحط كمان هتحطه ممتين هنا بقى المصورة بتاعت الغاز زي ما انتم شايفين حطت ورقا منها ورقة كده وعملتها باللون الدهبي رشتها وبعد كده عملت كده اشجار وفروع عليها بقت شكلها حلو جدا عشان هي بتقول انا حبة زيينها ما تبقاش لونها ابيض وفي نفس الوقت احط عليها ورد كده وفرع نور وخلتها شكلها حلو بالشكل اللي انتم شايفينه ده بجد بقى شكلها حلو شكلها بقى يختلف هنا بقى اخر حاجة عندها بقى بتقول في اخر اليوم حطت الغسيل بتاعها عشان تتغسل بس قبل ما تحط الغسيل بتاعها كانت درج بتاع الغسالة ما كانش نضيف فقامت شده كده زي ما انتم شايفين علشان خاطر تخسله وتنظفه وبعد كده ترجع تحطه بقى في الغسالة وبعد كده تشغل علي الغسالة عادي طبعا حلو جدا لما احنا كلنا يبقى في عندنا تنظيفات وحاجات من دي الحاجات بتاعتنا عمرها هيطول وهيبقى حلوة معانا وفي نفس الوقت مش هنحس ان حاجاتنا بتبوز بسرعة او حاجاتنا شكلها مش حلو شوفوا بقى هنا هي هنا بتقول بقى يعني ليها نفس كده ان هي تغسل فيها بس كده حباب قلبي يا رب يكون الفيديو عجبك اشوفكم الفيديو الجاي ويه مع السلامة